اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باب الرزق على القناة الوطنية من ابطاله الوجه الجديد اماني الرياحي في شخصية عيشة كيفاش كانت البداية الاولى لها في التمثيل خاصة في مسلسل في القناة الوطنية هذا الكل تلقاوا معنا بعد شوية في كلام رمضان الانتريفيو فاصلوا وراجعين معكم بعد شوية ندخل مباشرة في حواراتنا رجعنا معكم في كلام رمضان لنتريفيو وننطلقوا في أول حواراتنا من مسلسل باب رزق على القناة الوطنية مباشرة بعتتكم الفرمسيو وسنلت الحلقة 17 تقريبا وسنلت الحلقة 17 في المسلسل من بين ابطاله في شخصية عيشة اماني الرياحي في أول حضور لها في المسلسلات الرمضانية اهلا وسهلا اماني عايشك طارق مرحب بيك سحى شريبتك ومرحب على الاستضافة سحى شريبتك كيف تعدى و 17 يوم ساعة من رمضان لانين اه 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 احسابات جيدة مش كما رمضان متاع العادة جوست قاعدة نفهم فيه شوي شوي لوك قاول رمضان وانتي ماكشكي العادة تتفرج كيف ناكيف كيف كالناس الكل اليوم انتي قاعدك دور ومهم في القناة الوطنية وفي المسلسل باب الرزق نعم. غاوم تعايشة. عايشة اللي تفرقس على ابوها وتفرقس على روحها في وسط الأحديث متاع مسلسل بيبرزق. من اللي والساعة في السبعة عشر يوم زيما تكتفي بمشاهد بيبرزق ولا ما تتفرش أصلا يعني تخير ما تفرش. نكتفي بمشاهد بيبرزق فقط. تتفرش فيه. دونك تتبع الحلقات كل تتبع فيها. نعم. ماكش من اللي يخافوا ما يتفرجوش. لا بالعكس. أنا خاصة كتجربة أولى يجب أن أتفرج في روحي كي نرى ما أفعلت ما يجب أن نزيد ما يجب أن ننقص بأننا نصور الفنانين يجب أن يكونوا أماما يجب أن يشوفوا ما أعمل ومعما يتفرج ومع رؤية مختلفة فمشكلة من يجب أن يتفرج في روح خب شكلة من يحبش ويمكن أن يتنجم عندما تشتري في الموسيقى لا نسمع روحك لا تريد أن تسمع روحك اي جملة حتى كتابة فيديو ولا حاجة متحلوش تسمعو انتي تغني مالا في المشاهد اللي انتي تغني فيهم في بيبرزق تبدل ليه تغني فيذكم تغني معاك يتفرجوا العائلة دونك في مسلسل بيبرزق كل يوم ردود الافعال متاحهم كيفش كانت فرحانين يقولوا لي ما كناش نتخيلوا اللي انتي بش كانوا يتفرجوا فيك وانتي تغني في اماكن قبل ولا لا اي 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 اتفرجوا في بالهم حتى في جيم ساكن ويسر فرحاني في اي اي ام قرطج الموسيقية وقت اللي قدمت البروجيه متاعي وحتى في مهرجين الحمامات زيدة نفس الشاي اما اول مرة يشوفوا جانب جديد من اماني ممكن ما يعرفوهوش الممثلة ويشوفوا فيها كل يوم معاهم في التلفزة في قناة الوطنية بين انو كلموك باش تكون موجودة وجه جديد دونك بش يكون في الاعمال الرمضانية وبين انك خذيت النص كنت تتوقع انو بش يكون بالكم و الكيف هذاك يعني نصك من الشخصيات المهمة اللي نصور النص متاعه مهم وطويل انا مشيت عملت كاستينج اهي على الغال متاع عايشها وقتها تاست كاميرا دونك على الشخصية هذي تاست كاميرا على الشخصية هذي كنه في مبارشة ناس متقدمين للدور عايش اه والحقيقة من اللول مكنش تتخيل لينا بش ناخده الغال كلمك المخرج من بين الناس شايف انو البروفيل متاعك يناسب ولا واحدك سماعة تمشي كلمك المخرج من اللول موسيقى اي اسيستان هبت استاتيو قال رانا فاركسو على ممثلة تغني وصديقتي سانا عبدسلم وجهله تحية كتبت اميني ريحي دخله وما شيفه اي فوالا كلمني بلي الخزوري قالي راهو احنا مهتمين باش تجي تعمل كاستينج كنت نجم بعد ساعتين بعد ساعتين تجي ما ماركيني حد في البيبكاسون ذي يعني زي ده خلطت على حاجة لك بعد ساعتين مشيت لكاستينج ومشرت نمشيت عملت كاستينج وقعدت نمشي ونجي على البيرو ايامات باش نجرب زيدا مع الزاكتور الاخرين هذي كانت رؤية هيفل بن يوسف ماشيين وجيين كنت تتوقعوا في الاخير بشيكون دون نتيجة من له اينا اينا اي كنت تتوقع علي ممكن 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 ما حديتش ايميل اني بشي نكون عايشة وممكن وممكن ياسر زيدا مش عايشة الحقيقة حبيش تعلي السقف متاع الانتظارات باش بعد هكما السقف الانتظارات ديما نحب سيقي في القاعة ونعرف شنو ونعملوك ها الاخرين اللي كستيو معاك على الشخصية فيهم اللي شفتهم قدامك يجربوا فاما نيس مثلوا قبل وفاما نيس لا فيهم اللي شفتهم قدامك هما يجربوا في الشخصية يعني يجسدوا كيف كنت يعني التعدى اليوم اماني بعدها ممثلة اخرى بشنشوفوا تست كاميرا على نفس البيسوناج لي منيش نشوفوا في بعضنا يعني هما في البيرو واحنا نستنيه والبالة في السلداتان والا وبعد قالوا لي راك عايشة يعني خديت لغول متاع عايشة لازم تعارف عشنو قادم وخطفهم بارشة ما شاهد وبرشة حفظ نص مهم ونص والدور حوله زاد الأحداث من بين لزاكس المهمين عايشة بنت شكون اللي نصلوله في أول الحلقات الشخصية تغني من أولها تغني ولا على خاطر أماني الرياحي تغني هي تزادت لكس هده ليه هما بالأساس وقت اللي حلوا الكاستينج على عايشة الفرقسوا على إنسانة تغني يعني الناس الكل حتى اللي جايوا كان الشرط إنهم يغنيوا يعني حتى اللي جربوا معاك تزادة عندهم من الغناء أي أكيد على خاطر هي الشخصية كي مكتبها دالي دمق هي طفلة تغني تقرأ موزيكا تعمل في مستيق في الموزيكولوجي يعني بالأساس تغني لكن بوها يحرمها من إنه تمارس الموسيقى يلي فقط هك قريتها لكن هك بحذانة هنا أي بالضبط بالضبط أول مشهد في مسلسل باب الرزق أماني الرياحي وكمال تويتي عايشة والحاج والحاجة طاهر في الكلينيك أول مشهد دونك يبدأ بيكنتي وأهمية المشهد اليوم في تونس يمكن ناس تخلق في سعي يمكن من المشهد الأول تقول لك لا هذي المسلسل مهواش بش نمشي للآخر صرتو في إنه نزابي وننهار دولاني شنية بش نختاره مسؤولية كبيرة إنه يكون المشهد الأولاني في أنتي وبعتها ونجيوا إنه في كاميل تويتي زادة أنا من أهم التعليقات اللي وصلتني على المشهد الأول كانت يعني فمشكون من الناس اللي تابعوا في المسلسل من المجمهور يعني بعتلي مساج قال لي اللي أنا بديتنا نتفرج في المسلسل من المشهد الأول وبعد وقت لي قعد يوصف لي عليش وكيفيش وكل شيء اكتشفت لي هو ما يشوفش كفيف كفيف وإنا تصورت ملوله هو يوصف لي في أعجابه بالمسلسل إنه شايف كل شيء إنه شايف كل شيء بعد تكتشف إنه البوفور متاع الحوار أنا ألبي دليلي في المشهد الأولين والغنية اللي كانت في المشهد الأول هي اللي خليت الشخص هذي كي يكمل ليسمع المسلسل ويمكن الموسيقى زادة أعطت روح أخرى للشخصية في برشا مشاهد يمكن ترتاحها ولا تعطي صبغة أخرى للناس اللي تتفرج ما اللي كنا في حوار في مشاكل كذي جينا الشخصية هذي عايشها يمكن تخلينا نحبوها أكثر كل مرة ترتاحنا هي بالموسيقى أي هي هذيك الملامح اللي رسمها محمد علي دامق للشخصية وحاجة أخرى اللي حبيت نشكر عليها دليل اللي نفس الشخص هذي يقال لي ما لقيت الصعوبة بش نفهم المسلسل على خاطر خاطر الحوارات ياسر عيشتني في في الأحداث الحوارات دخلته معاكم في كل يتخيل فيكم يوالي وهذا مهم مع الأخر أنه في العصر اللي ياسر والينا نعاول على الصورة أنها تبني لنا كل شي المسلسل هذي من الحاجات اللي ياسر مزيانة فيه أنه الحوارات تخليك تنصت أكثر وتحاول تبني وتتخيل بشكل آخر كما كانك تقرأ في رواية يعني ونلقوا فيه برشة معلومات حتى الحوارات تلقى سلي بالمصدفة سعاد حتى يحكي مع العساس الدولة اللي يولي يسميها يحكي له على شخصيات قديمة هو ما يعرفش حتى شي منها نلقاو زادا حاجات على الدولة حاجات التفاصيل تاريخية نلقاوها في وسط الحوار هذي معلومات على الشخصيات وإلا على الكادر اللي يجمعهم الكل يعني هيكوا السواد دولة ولا حتى التاريخ كما مثلا الابيزودي متاع اليوم اللي يحكيوا على النقشة باندي يعني فاما غشيخش كبير في الحوار متاع المسلسل وهذي اللي افتقدناه عنا سنين في الدرامة المسلسل إنه مشهد كي يبدأ فيه عندك اغناء البرتية متاع الغناء أقل ستراس عندك من إنه دي ريبليك وديالوج مع الممثلين لحقيقة لي أكثر أي علاش لغم أني أنت معناها تتقن الغناء من سنوات أكثر أي إما للمشاهد متاع الغناء ونعود نقوله مرة أخرى اللي محمد علي دامق هو اللي مختار الغنيات اللي موجودين في المسلسل اللي تغنيهم أنت مكتوبين يعني أي مكتوبين هم محدوطين تغني عائشة أغنية لي لي كذا لي كذا فما أغاني مكتوبين لك ما جربتهم شي قبل يمكن مش في المقامات اللي ترتاح فيهم أنت فما هو الـ فما أغاني دي ما أغاني فيهم أنا قبل وفما أغاني جدد علي أنا هي الأصعب اللي كي قلتها قلت هذه عمري ما جربتها ما لزمها كمامة لي الحقيقة أصعب ما أنا قلبي دليلي أنا قلبي دليلي من الغنيات اللي أنا نغنيها موقف لجو نسمو منها شوية أنا قلبي دليلي أنا قلبي دليلي قلبي هتحبي قلبي دليلي قلبي هتحبي ديماً يحكيلي وبسد قلبي أنا قلبي دليلي شكراً يا ماني رياحي على هالفاصل الموسيقي هذي برغمون مازلنا مش نجربوا منه برشا هالفاصل الموسيقي هذي دونك اختياري نجمه نقوله اليوم برشا ناس انه يقولوا عليه موفقاً يا ماني رياحي كانت الوجه الجديد في المسلسل بين إتقان الشخصية وبين زادة الموسيقى اللي أنت تتقنها من قبل المشاركة في المسلسل هذي أول مشهد نرجعوله غير أنه أول مشهد أول مشهد معه كاميل التويتي كاميل التويتي اليوم حتى ممثلين من سنوات يمثلوا معه موجودين في الساحة كيمثلوا معه يحسبوه يخاف يستريسي يقول كاميل التويتي من سنوات بشيش أنا نوخره شوية يمشيش نعاودين نسمى بقنا في إعادة المشهد الأفكار هذة ميجيوا لبال إيماني وقت التصوير لحقيقة وقلتها قبل اللي أنا كنت مرتاحة نوعاً ما لأنه سي كاميل التويتي كريم يعني دجا يعطيك الإيموسيون اللي أنت تستحقها في المشهد هذيك ويخليك مرتاح كابقتونيغ يسري عاونك يعني في المشهد اللي تجمعك وهجة أخرى اللي اه 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 الشنا يعني المشهد متاعي وقت اللي صورناها في هذيك المشهد اللي في كلينيك لوليني. ما كانش من المشاهد لولا. نصورتهش اول. اي 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 مش مش ديكور لول. ووقتها تعودت على فكرة انه اول ما نسمع اكسيون ما عادش ايماني نصبح عايشة. وعايشة قدامها الحاج الطاهر. عايشة تحب ياسر بوها. خاصة في الجزء الاول من المسلسل. اي اي. حتى للاخر هي يعني علاقتها بالحاج الطاهر فيها ضعف. اه. لكن بين الشطر الاول والشطر الثاني المشاعر والدتها كا. مشاعر مضطربة. اي. ولدت اي مضطربة. ما هيش مضطرفة اما مضطربة. على خطر في الاخر اه. كن نشوفوا تركيبة متاع شخصية عايشة اللي هي عاشت مع ام نرجسية. بخلاف لي اسمها نرجسية. هي ام نرجسية. اسم على مسمة. تتعامل معها بشكل ياسر جيف. تتعامل مع بنتها بشكل ياسر جيف. واب غير طهر. واب اه. غير طهر. غير طهر. اه. ما نعرفوش اكاكا. اه. تبعوا المسلسل. حسب ما حكيتونا في سبعطاشن حلقة. اه شي عمل لقبل ما زلنا معرفناش بالضبط. شنو عمل وشن هي اللي خليه يحرق لسان. اه زاوجتو الاولى باش ما تقول حتى شي هذيلة. ما زلنا معرفناش لكن. ام نرجسية. ام نرجسية. ابوه مدلل بنت. ومن الاكسترام للاكسترام طفلة. وما عنداش علاقات اجتماعية. يعني ما نشوفو هيش عندها علاقة حب. صديقة وحدة. عندها صديقة وحدة. اللي هي بنت نوة اللي تخدم عندهم في الدار. ام. يعني. الطفلة هذي عايشة. عايشة. عايشة هي بيدها في في دوامة. في دوامة. تفركس على روحها اما ازيتي. مش مرتاحة مع عبدانها. ما ردود افعالها ما هيش ما تنجمش تبررها انتي. من الا ما تشوف عمق الشخصية بالحق من داخل فيش قاعدة تعيش. كانت طامعة يمكن في حياة احلى واضل واكثر حنان ثم تلقى روحها كانت في وهم. فلي كانت فيه يمكن نعمة كبيرة. اكيد هي 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 عايشة اه والحاجة اللي عجبتني ياسر في في الغائل. اه اللي هو البحث عن الذات. فكرة انه مفركس على رويحنا الكل. هي متجسدة نوعا ما في انها تفركس على ابوها. اما هي في الحقيقة تفركس على روحها من خلال الحاجات الكل هي قاعدة تبحث عنهم في المحيط متاح. وما نصورش في مشكون في الدنيا ما يفركسش على روحه يعني. فركس في سنية. انا وي. والبحث على. انا اللي اللي انت مي. الهوية وغيره يعني. بالحاجات اللي نعدي وعمرنا كل اللي مفركسوا عليه. والبحث على الحقيقة يحفز المشاهد في انه اه بش يكمل بش انه يتبع القصة. البارح في الحلقة اه ستاش فينا المو نرجس تقول اي. بوك سليم بن مصطفى عايشة. وصلنا لحقيقة ما نعرفوش هل هي الحقيقة. هل هي حقيقة الاخيرة ولا فما تويست اخر في حكاية الاب ولا هي قالت هكاكة بش تبعد على الحكاية الحقيقية قد يكون اب اخر من لزمهاش اه عايشة تعرفو. لكن احنا وصلنا لحقيقة حتلتاو. الحقيقة هذية اه نرجم تأثر اه على سير القصة ولا بقي حتى كان عرفناها مازالوا تفاصيل اخرى يخليونا نتبعوا الحكاية الاخرها للعشرين حلقة. انا ننصح الناس يتبعوا الحكاية الاخرها على خاطر اه على خاطر اه على خاطر الحكاية ما مش مش تيقف غادي ولا ما وقفتش غادي. ما هيش هذيك الحقيقة اللي بالحق اللوج عليها من اول الحلق مش النقطة هذيك بالذيت. مازال. اه الحكاية ما تنجم اه توفى ولا ممكن ما توفاش الا في الحلق العشرين. في الحلق العشرين محمد علي دمق كان بعدين حكيه لنا بارش عالحلق عشرين واستنيوا الحلق عشرين بتفهموا الولاد زادة كانوا بعدين حازم عياري وعزيز الشريف اه قالو لنا زادة فما تскуюست في اللخر. فما نهية اه غير متواقعة فما نهاية غير متواقعة دعنك في الا اه اه هاسب رايك الضحك هذي. متاع اي متاع فما نهاية غير متواقعة مازاليبر انا بنعرفوش ههي بخصوص العب بش يطلع اب واحد اخر ما هوش سليم بن مصطفى ولا حاجة اخرى بش نكتشفوها على الحاج مصطفى وربما هي برشة اسرار اخرى بش تكشفوها في انتظار انو راشيدة تتكلم اي اي زوجة الاولى اي في انتظار انو تنطق ما كملتش الحلقة اليوم ما نتقطش في حلقة اليوم اي في انتظار انو راشيدة قد تكون الحقيقة من عندها هي عزيز الشريف الشخصية متاعه اللي هي امين وحمد امين في العائلة انت ويه الشباب متاع العائلة لكن انت عمته بعد ما تطلعش عمته هو الشخصية اللي ترفه في العائلة اللي يدخل يفدلك اللي يدخل زيهي ما يدخلش روحه في المشاكل على عكس عيشة على عكس عيشة في كل مشكلة تلقاها حاضرة ديما موجودة كهز ورشيدة تعاركة هي مع منتصر كيتخلى الحاجة لكلينيك هي موجودة في عبد الرزاق كرهبته وهو محتسي الخمر على جنب تلقاها موجودة في كل مشكلة وهي طابع لنا موجود على عكس محمد أمين لا يهم ولا في فلان عائش حياته يجي يفدلك ويخرج على روحه محمد أمين هو البرسوناج اللي تجسد أخطه راسي واضرب نحب فلوس نحب كرهبة نحب نحب نقرأ نحب نحب نعيش نحب نكون فرحان وزيهي وعمل جو صحاب مع الناس الكل ما تكسروا ليش راسي والمسئوليات هذيينة ما في غنان عنها وقدم الأخبار والمفاجئات كبيرة قد ما هو يتعامل معها عادي عالعكس عايشة يمكن تهول الأمور بارابورولي هو تتسمى تهول أمور ولو هي كبيرة لا حكايت لي صارت هي ما تهولش في الأمور هي من نجام شعب يجي يقولولو حياتك هذيك لكلها تبخرت فجأة وانتي بش تقعد نورمال بالعكس يعني محمد أمين زيدا فم حاجة أخرى اللي محمد أمين هو حبينا ولا كرهنا نحن في مجتمعات ذكورية جيمة المساحة أي شنو كيفاش المساحة المتروكة المحمد أمين اللي نشوفوها وذي أحبي يوصله ذا اللي دامق المساحة المتروكة المحمد أمين اللي هو تقريبا في نفس العمر مع عايشة قريبا نشوفو عبد الرزيق يعطيه فلوس يقولو بره أسهر بره اكتشف الدنيا شوف العالم تعلم عايشة في إطار ياسر ضيق متعرش العالم اللي البر تاو تاو بديت تكتشف فيه يعني أحنا نشوفو عايشة ديجاء وذيك مدروس نوعا ما أنه هاي في الختار أنه عايشة حتى في جسدها ما هيش لي بغ برشة نشوفوها البارح في المحفل مع الناس هذوكم تشتح وقاين تحر ولت تشتح ودخلت في وسط الجوجمة بتاع البرشة الناس لأول مر ديما نراوها في المحيط الضيق متاحا وأكثر تهور كانت عامله هي اللبسة اللي ما يحبش عليها يحبش عليها الحاج يحبش عليها الحاج اللي هو تقريبا نفس طريقة اللباس على طول المسلسل الجيوب هذيك على طول القصة مش نفسه لكن نفس الطريقة أنه الاختيار يكون هكيا الشخصية ديما نفس نوعية اللباس متاحا حكيتو فيه ولا جاب بالصدفة ولا كيفية ليه اللي حقيقة هذية متروك للسيناريز للديركسيون أختيستيك متاع المسلسل هما اللي يختاروا إنه شخصية تكون في الملامح هذيك بالوجه هذيك بالتعبير هذيك بشعر ديما مسايف بشعر ولا بالتفاصيل هذيك المشاهد مع سليم بن مصطفى اللي هو خالده ويستبش نسمعه مقطع أنا ذور لي من أكثر المشاهد يمكن اللي فهم مشاهدي يحبهم الممثل يظلهم صعب لكن يحبهم لأنه يلقى وين يعبر وين الصوت يلعبي الحركات الإيماءات متاعه المشاهدة ذي أنا رأي يمكن من أهم المشاهد الشخصية عايشة هذي كانت نجم تحط الكاسك أماني بش نسمعه المقطع هذا يلا أنا بين المخ والقلب ما عندي حتى مشكل كان عبد يجي فاهمني أغلاط نجم نطلب السماح لما يحكي معي بالمنطق لما كان عبد لف ودار بسي مخي تسكر والقلب شقول أنا بوك وإلا لا أعرف فأنا أذهب في البلاثة شدتنا حس كي أني قطعة منها كنت ضائعة ورجعت طول شديد البلاثتي كما تقول أنت هكي كبازل كعبة كانت ضائعة والتصويرها كانت ناقصة دوم ما رجعت بشهولة ومش فرسي تصويرها وضعها وكملت وأنا حاسس اللي 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 انت بنت اللي انت بنت هل تحفظتوا الديالوك هذي ولا سيمشي على روح نوعا ما هل تحفظتوا ترى عودلي منه شوية متع القلب والروح هذيك آآ إنا تمانيت الساعة كنا حطوا اللي عايشة برج الجوزاء مش برج الميزان ضو هم اختاروا لها الميزان آآ لا لا طوأنا نحكي على روحينا برج الجوزاء ما كتعرف هم اختاروا لها الميزان في الشخصية لا لا أكيد دلي دمق حتى الأبراج رهو عارف عليش اختار هم هم اختاروا لها الميزان وانت الجوزاء هو يقولها وانت حوت ولا ولا ميزان تقولوا هاي انا ميزان كان وخرت نهاري مبارك راني نعوم راني نعوم راني كنت حوت المشهد هذي في تصويره تعاود أكثر من مرة ولا كان من المرة الأولى كان ساهل اللي كنتي لأنه فيه من المشاعر الكثير وخاصة ننتم خدمتوه يعني في الصفت ما كانش في الاجزاجراتيون كل الدموع الفياضة ولا الداخلين بعضها نس كل لوطة يعني في الصفت هو مشهد البارح مثلا اللي يعيش اللي يكشف فيه سليم ونرجس تفاصيل تفاصيل حكايتهم وكيفاش بعده هو من المشاهد اللي أنا بالحق نحبها لأنه كان يسر قوي حكاية ولكش صار تقريبا اي هو حكاية ولكش صار ما بالنسبة لينا كان زيد يسر قوي فما برشا مشاهد كانت كانت قوية حتى مشهد اللي عايشها هيا والحاجة الطاهر في الكلينيك وتجيبش تسأله وما تنجمش تسأله وهو مريض اي وهو مريض من المشاهد اللي أنا نحبها ياسر اما المشهد هذا بالذات اللي العادينا باللعقل والقلب مع خالدة هويسة سليم برمصر ما كانش من اول مرة فما مشاهد كانت من اول مرة والمشهد هذي وقتها انا اول نهار عندي في الديكور متاع الفيرما اي ومن الديكورات الولانين تقلب نلقى روحي في اول مشهد في الديكور متاع الفيرما منذ اخر بالكل مختلف تمهمشت شوية لحقيقة وبعد بديت نستينس بشوي بشوي خاصة انو الشخصية بعد المشهد لول مشهد الثاني في النهار هذيك بتنتعود بشوي بشوي بالفايب متاع الفيرما خاصة انو الشخصية وقتها يعني وصولا للحلقة ربعتاش ديجا عاشت حاجات في الفيرما يعني ما هوش اول نهار لها يعني لازمها تكون محملة اي باقي القصة اللي احنا بشراوة اما هي مازلت ما مثلت هيش حقيقة والعلاقة هذيك مع وظاهر لي اذاك كان اول مشهد لي مع خالدهويسا ديجا انو وحدكم لما لا جمعكم مشهد اخرين هي في الحلقة ربعتاش هذي المشهد لا في التصوير اه في التصوير اه في التصوير عنا في التصوير عنا هذيك كان اول مشهد يجمعني بخالدهويسا نوشهوله تحية بخالدهويسا تحية لي اللي قدي دور سليم بن مصطفى هو شخصية الحقيقة ممتازة في المسلسل حلقة 15 اول لقاء ثلاثي العائلة الجميلة العائلة السعيدة نرجس اماني وسليم بن مصطفى اللي حتلتوا هم يمثلون العائلة نعرفوش بعد شنين بش يتبدل اللقاء ثلاثي اسمه بن عثمين خالدهويسا امار ريحي كيفش عشتوه ذيك اول لقاء بناتكم ها هاني قط لك ذيك من اكثر مشاهد اللي انا نحبها وكن قوي شوية على خاطر وقت اللي نبدأ نعيش عايشة نحمل روحي مشاعر عايشة والفيكو متاع عايشة واشنو تحس عايشة التاريخ اللي جاي بيه عايشة الكل ايه التاريخ اللي جاي بيه عايشة الكل واتفكرت شوية وهو اللي بكيت فيها ذيك البي راح فما حاجات من الذكر اللي انفي عليم تلك ايه اكيد اكيد ديما نجبدو من حياتنا باش نبكي ولا نتنرفز اما نقوم اللي وبالشخصية اللي عن يعني ما نيش بش نتغش مثلا على حاجات من من الفيكو متاع عايشة وننفعل كيف اماني لازم ننفعل كما عايشة عشنو تفكرت قوتلي تفكرت وث المشهد اذاك في المشهد اذاك تفكرت فما ناس نعرفهم عاشوا نفس الوضعية متاع عايشة وكيفاش كانوا بالحق يتقلموا في وسط المجتمعات متاحهم من اللي صار عليهم انو عاشوا يعني المعركة متاع اثبات نسبه والأب ما هوش الأب الحقيقي وكيفاش تعاملوا معهم المجتمع وهذي اللي طرحته ده جانرجس اليوم في الحوار متاحها مع سليم بن مصف تقوله اي اوكي انتي تحب تحب توا تتسمي عايشة باسمك اما بش تحميها من نظرة الناس بالتساؤلات متاحهم من الكلام من المكتوب اللي عندها خطر كان تخليها باسم الحاج حد ما بش يسئل حد ما بش يعرف نوعا ما البوفوار اللي عند الحاج طاهر في القصة في الرواية ممكنني يحمي من انتي تعرف الناس لكل ساعات تسكر فهميتها جزت على البوفوار اما اي مقربين بالحق رهو النص يسر يسر معبي مقربين منك الاشخاص اللي عاشوا مرحلة متاع اثباتنا سبك ما شخصية عايشة اصدقاء اصدقاء جمعتني بهم الحياة العمل الجمعياتي الاكسبرينس متاعي في دار النشر زيادة يعني فهمة قابلت يسر ناس كسوا في العمل الجمعياتي وقلا في غيره تسمع مشاكل من نوع هذيك وبالحق تتوجع تتوجع شوالغنية اللي كناش مناسموها تعبرنا شوي على صعيبة الحكاية حسنا نجد في المخير نعم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله جسنا تعلموا نحبوا بعضنا في الدنيا ونحترموا بعضنا ونرقفوا على الناس اللي عايشين بنا وكهو انتي قلت لهم نرجس واسليم مش انتوما اللي اللي غلطوا مش انتوما اللي اتعبتوا انا اللي في اللخر جا فيها كل شيء انا اللي اتحملت كل شيء غلطة اللي مهيش غلطي اما انا اللي اتحملت عايشة في حيات في عيشة مش انا اللي عشتها مش انا اللي عرفتها مش انا اللي عشتها تقوله ديجا فرشك مش فرشك بيتك مش بيتك بوك مش بوك خوك ما يطلعشي خوك اللي انتي تحبه بالنسبة لك انتي السند والملجأ كل شيء يتبخر في لحظة يعني خاصة اللي عايشة كان يعني مدلة نحن نحكيه على طفلة حربية في الشارع تفرع فهمت حكيه على فتاة نوعا ما عاشت في وسط مرتاح العمل مع هايفة بن يوسف كمخرج كيفش كان في التورناج ايام قلش من ايام صورت اماني ساعة وف برشا لا لا اكثر اكثر بياسر قديش اربعين يوم خمسة واربعين يوم خمسة واربعين يوم تصوير المخرج هايفة بن يوسف كيفش حسيت التعامل معه فما مشاهد يوقف في الوسط خمسة واربعين يوم متساوي سلين بطبيعة مم طبعا ايه اه بالنسبة لي اينا و بالنسبة للريين قرنقص و اه وعزيز اه نتصور اللي نحن خلينا مرتاحين يعني كان هايفل وشاي مخياري زيداً وشهلة نحية يسر عاونونا في أنه نكونوا مرتحين في وسط التصوير قبل المشاهد يحكي معنا في التفاصيل متاع الشخصيات بالتدقيق حتى تفاكر روحي أنه فما نهار حكيت مع هايفل أنت تعرف اللي قبل ما يبدأ يتبني سيناريو نبدأ ونحكيه على ملف شخصية فهو أصلاً نبدأ يكشف لي في ملف شخصية متاع عايشة كيفاش انفعالتها هي كيفاش تركيبتها وهذا يساعدني أنا كأماني باش نحاول نبني عايشة في وتتقمصها بطريقة الصحة اليوم بعد أول تجربة تمثيل ينافس تمثيل الحب ينافس تمثيل الغناء في مرتبة الحب الأول ولا يبقى الغناء وحده كله مع بعضه كله مع بعضه في الشخصية هذي بزهرك ممش كله مع بعضه مع بعضه ايه اكيد ايه انا قبل عايشة مثلت في أفلام قصيرة زوز أفلام قصيرة وعملت دروس مسرح وهذه المرة اللي جيتني فيها الفرصة باش انه يكون أماني ممثلة يعني بيخسوناج تغني ايه اما ليه اكيد انه انا كي قلت كله مع بعضه مش نقصد في يعني الغاية متاع انه يكون عندي هذا يجبد هذا ايه لا الكله مع بعضه نقصد مثلا انا حتى كمغنية نستحق حضور ركحي في الشخصية وخاصة لنا كيف نغني نتقمص شخصيات يعني فما دي كنسير نعملهم نتقمص فيهم شخصيات نحكي على بيوغرافية متاع ونلبس كيفهم ونحكي كيفهم ونغني كيفهم كنقول كله مع بعضه ونقصد يعني جسد وصوت وتمثيل وكتيبة احنا حكينا احنا حكينا ربعين دقيقة على اماني الممثلة بش نحكيه دقيقة اماني المغنية دي جا حكيه لاربعين دقيقة احنا توشي والله يصري تعدى خفيفي في الوقت ايه شكرا لك اماني المغنية شي نجمو نعرف عليها في دقيقة اماني رياحي بديت التجربة الموسيقية مع الاغنية الملتزمة من 2017 اه كنت مع مجموعة جيد للاغنية الملتزمة وبعد 2019 انطلقت رحلة متاعي بش نخدم اغانية الخاصة انتجي الخاص باغنيات كتبتهم بألبوم كيمالريح اغنيات كتبتهم وملحنتهم مش كتبتهم مش انا كتب الكل كتب البعض وفهم البعض الاخر كان مع الشعر زينب الهديجي ومحمد الحفيين وتعامل كان مع سليم عبيدة اللي نواجهوله تحية كبيرة الموذع والكمبوزيتور سليم عبيدة لعبت كيمالريح في ايام خرطاج الموسيقية الدور الفيتا وكنت متواجدة زيدا في يوم الجاز مع سليم عبيدة في مهرجين الحمامات وماكنش وقت اظهر زيدا لجينا بتاع اميني اللي تكتب اللي تكتب نجم تكتب اللي حب يشوف اميني رياحي تغني وين النجم يشوفها على المنصات سبوتيفاي يوتيوب تنجم تلقاه الانتاجات بينهم الغنيات والكلبات المتاحة ومؤلاء الكوفرويت منهم كوفر بجهالة يحب اسمعني اللي يضربوا وممكن الناس بتعرفش اللي هو اللي هو امين انت قد كنت في الاغاني الملتزمة اكيد شنين نجم نسمع منهم الملتزمة اللي فيها صخرية وإلا اللي عاقلة العاقلة هما في الاخراج حبوا الشيخي مام اي شيخي مام اذك علي سألت فيها صخرية وإلا لا اللي يتعدى في الراديو يلا والباحري بيتحك لي ليلي وانا نازلت دالة ام لال اولا البحر غضبان ما بيتحكش اصل الحكاية ما ادحكش البحر غضبان ما بيتحكش اصل الحكاية ما ادحكش البحر جرحو ما بيتبلش وجرحنا ولا مرودبل البحر بيتحكلي ليلي ليلي وانا نازل ادى العام للأولا شكرا لك اماني الريحي شنية الاخر اللي خطلي الناس ما يعرفوش يمكن ان كنتي غنيتها بجاه الله يا حب اسمعني الكفر متاع بجاه الله يا حب اسمعني لتوا قريب توصل بجاه الله يا حب وانت دي ما بتتباني نعاني في لهوال ونعاني في لهوال في حبك نعاني في لهوال بحبك ما تقسيش عليا بربك ما تقسيش عليا بربك لو كان العصال جنبك نصدم للميدان ولو كان داك مثل دايا الباقي كاملو اسمو على يوتيوب شكرا لك اماني الريحي كلمة الختم كما تحب كلمة الختم لك انت حبيت نشكر لكيب الكل اللي خدمت معاها في مسلسل ببرزق و لجون الكل زيدا اللي تعملت معاهم والكبار زيدا تعلمت منكم برشة ربحت ربحت برشة كسبت برشة حاجات من التورناج من التجربة عموما وحبيت ندعو الناس بش يتابعوني على انستغرام يوتيوب وغيروا من المنصة متوفرة وتدعوهم بشي كاملو مسلسل ببرزق زيدا في ثلاثة حلقات اللي نزيل وخاصة انه ولا موجود على اليوتيوب زيدا خلطت بداية من البارح بعد ما نكملو الحلقة العشرين نجمو نرجو نتفرجو في المسلسل بشي روديف على القناة الوطنية يومك شكرا لك ان شاء الله من عرش فاما فاما ان شاء الله روديف بعد نهاية المسلسل على القناة الوطنية وتلقاوا الحلقات بداية من البارح بداية مسلسل ببرزق على القناة الوطنية في الشين يوتيوب شكرا لكل الناس اللي قاعدين تابعوا فينا احنا مستنين معكم حتى لنوصل ليل بعد شوية في ساعتنا ثانية يكونوا حاضر معنا للممثل بحر الرحالي عن مسلسل رجوجة اشتركوا في القناة الوطنية اشتركوا في القناة الوطنية اشتركوا في القناة الوطنية اشتركوا في القناة الوطنية